الاستعدادات الرمضان ماشي تحضير الوجبات بتحضير الجسم باش يعرفوا الناس لا نحضر الوجبات في رمضان بقدر ما نحضر أنفسنا ونحضر جسمنا لهذه الدورة طبية المجانية كتكون عندنا أضميسيل وكتكون عندنا في الدر فعلا الله سبحانه وتعقال بسم الله الرحمن الرحيم أول مير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت قنف فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون دي ما نحن نقول وجعلنا من الماء كل شيء حي لكن لما نحط الآية في الصياق ديالها كلقى وجعلنا من الماء كل شيء حي جاءت بين الكفر والإيمان وهذا دليل على أن آية الماء قدرت بالدل عقيدة علماء أكثر وهذا شيء نشوفه في العالم إلى لحظة الآية أول ما يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يومينون شيء من واحد يدي العقيدة دياله علماء بسبب الماء وقدين شوفوا بعض النوقات اليوم على أسرار الماء أولا الماء شنا هو الماء هو جوج درات الهيدروجين ودرات الوكسيجين كل شيء كيعرفها اللي ما قرأها في شيء تخصص سيقرأها في البتداء ووليدتنا الصغار كيعرفوا أش دوزوا الماء شوج درات الهيدروجين ودرات الوكسيجين هذا فيما يخص الماء جسم نحن علش كي يحتاج ماء مش حيث كي يحتاج أش دوزوا لا وهذه في كرب زلد ناس غلطين فيها ما كنحتاجوش الماء حيث كنحتاجوش درات الهيدروجين ودرات الوكسيجين والدليل هو شرف الله وقدرها الجميع أن الماء كيدور في الجسم كيخرج على شكل عرق وعلى شكل بول شرف الله وقدرها الجميع إحنا كنحتاجو الحمولة المعدينية اللي هز هالماء يعني الماء المعديني والماء المعديني المقصود فيه باللغة العربية وفي علم التغذية هو الماء للأرض لأن الماء معديني المصطلح لا يقتصر على شي حاجة الماء المعديني هو كل ماء يأتي من الفرشات المائية علش؟ لأنه ماء محمل بالمعدين وبالمناسبة حيضغي الدياليزة كيديروها الدياليزة داك اللي ما ديال الدياليزة كل ما فوق الأرض معديني لقيته في العين لقيته طايح مشتها لقيته طايح ما أي ما لقيته فوق الأرض إلا هو معديني حيث ما كينش لوب بيوغ هادك لوب بيوغ البير اللي كتلقاه كلهم هاده ماء معديني باش ما نقتصرواش على ماء معديني على شي نوع من المياه خب هدي من الجهة من الجهة تانية واللي بغيت أنا بزاف دلناس ينتابهوا لها وماشي غير العالم قصو ينتابه لواحد النقطة خب هو أن جودة المياه را ما كنشوفوش فقط لكوتي ميكروبيولوجيك يعني غتشوف انت الماء غتدير له التحليل أطلق ما فيه لا بوك تغيل التاشي حاجة غتقول راه ممزيا لله اسمح لي 50% اللي شفتي علاش لأن جسمي أنا يستفيد من الماء من الماء دي ومن الطاقة دي هالو ونغل نشرح هذه النقطة فجودة الماء تتعلق بالجودة البيولوجية نعم وتتعلق بالجودة الطاقية والدليل شنه هو إلا مشيتو العديد من الدول ستلقى واحد جوش قرائي دي الزاج عنده موحد لو بوشا مضوبلو والعسقين جوش قرائي شك يديرو كي عمر لك قرعة دي الماء وكيدورها بشك تهبط في القرعة الأخرى عاو تيدورها وترجع للقرعة ما يتشوفش واحدة كما لا نعتقد أنها تسيد هذا رها رها يعني خارج العقل ديالو ما هو هادك لسيستام ديال الفورتكس كه هادك هي ستون تكنيك بوغ فيتاليزي الماء شنه هي لا فيتاليزاسيون لا فيتاليزاسيون هو داك الماء اللي جاي في داك العروق الله سبحانتا قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصيرون الأرض تهي عند عروقة فرشات كنا السطحية وكنا لانب في خياتيك فرشات المائية الأرض عند عروق نتن بك بشي تحفر شبير وتلقى الماء هادك عروقة كيخوي ولكتما خل فهادك العروقة ديال الأرض الماء كيقيس التراب كيقيس الحجارة كيقيس لغوش كبارين كيكون ماء فيتاليزي ماء حي ماء زوين درجة الحرارة دياله في البرد كتلقاه دافي وفي الصيف كتلقاه بارد هدي حكمة ربانية هدي كيح حرارة جسمك فأنت بش تقول لي جودة الماء جودة الماء هنا وش عانش ديال الماء ونديره في بلاستيك ما في بلاستيك وضربة فيه الشمش نهار كامل فجودة الماء تتعلق بالجودة البيولوجية والجودة الطاقية وانا قلت انا ميت بشي بلاسة ولقيت وشي واحد عنده جوج قرائي دزاج لاسقين وكيحرك في ذاك القرعة وكيدور وحد كتكدير وحد الدوامة كتكدير وحد الدوامة وكتثبت القرعة هذا كله سيستام دي الفورتاكس هذا دبا كيتباع هاد الالة هادي كيتباع بوغ فيتاليزي الماء احنا بإمكاننا نديره طريقة اللي هي طريقة جميلة وانا غير شرح لكم الماء ديالزمزم نفس الماء ديالنا احناية من حيث الضرات أشدوزو حتى هو يلاحطيتنا شي واحد شي كاز ديال الماء ديالزمزم والكاز ديال ما عادي ما غير حرفش يفرق بيناتو من حيث المنظر علاش لان من حيث الضرات الاخر أشدوزو ولكن أشدوزو علاش ماء زمزم قال لي رسول الله سلام ماء وزمزم لما شورب له لأنه طاقيا من حيث الطاقة قوي جدا وبالتالي هنا سنسقطوات شي كامل على الجسم دينا الجسم دينا يقال أن فيه 70% ديالما هذا خطأ لماذا؟ لأن هذا خارج الخليق أما وسط الخالية فالجسم دينا فيه 90% ماء يعني باش نشرحها بشكل بسيط جدا أنت أيها الإنسان أنت ماء جسم الإنسان أنت ماء يعني ماء شدو أحد كاس ديالما وحطو أحدك أنت بحال داك الكاس ديالما جسم كل ماء كل ماء هي الحياة كلها وجسم نحن كل ماء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والرد كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلي يومن كل شيء ما شنو كان فهموا وشوفوا الدراسة اللي دارها هذا العالم الياباني وكان شكر الإخوان العرب اللي كانوا معاه وداروا الدراسة على أشكال الماء هما سيفغي هما تلقوا لها الموسيقى موسيقى هادئة موسيقى ساخبة كل مرة كي اعتشكيل لكن ميجاو المسلمين وداروا عليها دراسة لقاوا أجمل شكل كيعطي الماء لما يذكر عليه اسم الله وتما هناك نستنجو حد خلاصة أن الماء عنده إحساس يشعر يحزن ويفرح بحال كنت كإنسان الماء ذاك الشي اللي درتح داه كيشدو في الماموار دي هالو كتسمى داكرة الماء دخلوا هذا الشي اللي كان هدرنا عليكم اللي كان هدرنا عليهم رأى أبحاث موتقة بالإنجليزية يشعر الماء كي يحس ويشعر ويحزن ويفرح تخيلوني أنا إنسان كل ما كلمة طيبة غتفرحني غنحزن وغنفرح وغنتفاعل إذن غي كلمة وحدة من الإنسان للإنسان فهي تؤثر هنا هذي تتفقنا عليها جسم الإنسان 90% ما داخل الخالية هذي تتفقنا عليها هنا باش ربطوه هاد شي برمضان وبالصيام الماء في الجسم دينا باش نحيدو واحد البرمجة دينا الماء عن خروج غي يجيني العطاشا الماء دينا جسم دينا ماء كين جوج أنواع كين الماء الحر والماء المرتبط وبالمناسبة عندنا واحد الهرمون في الجسم دينا لما كتنويت صوم يشتغل فيه تنظيم الماء ما عمرك في رمضان تموت بالعطاش هذي عقل عليها هو لو تكون فتمعرفين اني أنا أنا شخصيا نهار العمل ديالي أول مرة غنشتغل أول مرة بداية اليوم الأول ديالي في العمل باش ندير لغو بخيز مشيت المنطقة الطاطة كان فيها 52 درجة 52 درجة وجاي وصفر وركنك تعرفوا 52 درجة را 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 ما شاء الله وكنا في رمضان في يوم رمضان في شهر 8 ماي كان جا رمضان في شهر 8 في يوم رمضان ماي شنو لي كيخلي هد الجسم يقاوم خسنا ما تكونش عندنا برمجة للموت بالعطاش رك ماشي غادي في الصحراء ولا ما عندك ما تشرب براك صايم صيام حاجة اخرى وانت نويت تصوم لماذا نية ضرورية في رمضان من هاد الأمور هادي ماي كتنوي انت تصوم على الفجر يشتغل معك غي كتك تأدن كي يطلع واحد الهورمون تفليل كيت تفرز سميتو لات داعش شنو هاد لات داعش الهورمون انتديوريتيك شك يدير كيمشي كي بقى ينضم نسبة الماء بالنسبة تقوبية باللي الطريقة اللي كي يحسب بها نسبة الماء هاد الهورمون هادا راه ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان خالق هاد الجسم هادا بواحد الطريقة ما شاء الله سميتو الفازو بخيسين او الهورمون انتديوريتيك لا داعش هادا شك يدير كيمشي كي يزود الخالية بالماء وكي حافظ على الماء المرتبط يعني انت مع عمرك في رمضان غتموت بالعطش إلا إلا قمتي بالوصال وشنه هو الوصال الدنة المغرب وانت باقي خصك تزيد صون هنا تضروج يسمك هو كي يشتغل معك من احنا المغاربة كنقولو كان قطع الصيام حتى كنفرق الصيام من الفجر حتى المغرب هذا خدام معك مع عمرك هتموت بالعطش بشرط أنا غادي نظر على هات الشورط هادية فالجسم دينا فيه الماء الحر والماء المرتبط شنو كي وقع في رمضان ميكا تصوم وتنوي تصوم باش ما نبقاوش نبدو بدك الخيطابات الكلاوي غين نشفوه عندك هادية عندك الناس اللي عندهم أمراض هادا الفريق الطبية تكفل أنا كهدار مع الإنسان العادي وحتى الإنسان المريض للفريق الطبيق اللي صوم ما بقاوش نقولو حنا الصيام غين نشفنا الكلاوي هاداك الجن هاداك الحمية الكيطو هاداك الجوع المتقطع أما الصيام الإسلامي مستحيل عبر التاريخ لم يتبدو شي واحد أنه مات بالصيام ولا مات بالعطش هادلات داعش هادو ميك تكون صايم والدائر النية باش تصوم كما هدرنا على الانكا الناتورال كيلرز الخلايا القاتلة ميك تنوي تصوم كتصبح الدم معاك مع السباح كتصبح التحرق في الخلايا السرطانية بأحادي أكسيد الآزوت وتعطيك هاداك خلوف الصائم اللي كل شي كيعرفها واللي هدر عليها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أنها أفضل من المسك فاشنو كي دير هادلات داعش كي بشي كي نضم الماء انتي خالية هاك الماء دير الماء المرتبط شكو اللي كي نقص كي نقص الماء الحر ماشي الماء المرتبط مي كي نقص الماء الحر سبحان الله كي يجي هاد الهورمون هادا يقوم بوحد العملية اللي مستحيل 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 شي عالم أو لا شي مؤسسة ولا شي مختبري ديرها يخرج لك الماء من الدهون هادا هرمونات لا تدعش كيمشي كي يشد لك الدهون كيخرج منها ماء ويرتوي الجسم وانا غا نعطيكم الدليل انا في ايام رمضان اشتغل ربما اكتر من ايام الاخرى وفي الفلاحة في الفلاحة مي كيكون هكا ويكند مثلا في رمضان كنخدم الصباح كامل كي يجيك العطش مع الدهور كنهدر على العتلة كنهدرش على الجلاس في البيرو لا كنهدر على العتلة هذا الجلاس في البيرو بوحده فمع الدهور كي يجيني العطش مي كي يجيني العطش نو كندير كتصلي الدهور كدير امتت سيست ماشينا هادا لا سيست فيها ان كار دور وحتوله تساعان الساعة رسع سمق القيلو فان الشياطين اللي تاقي كالنود كأنني شربت والتفسير دي لها الظاهرة هادي وجربوها التفسير دي لها الظاهرة هادي هو ان الجسم ينتقل وكيولي لغمون انتديوغيتيك كيحول لك الدهون الى ماء باش نزولوا هاد الاسطورة هادي خا فهدا الماء الحر والماء المرتبط في رمضان باش هاد الهورمون يشتغل معنا كينا شروط اللي يخصنا نحتارموها خا اول شروط هو انه وعقلوا عليها عندنا ما يسمى بالدورة الخالوية لوسيكي سالولاغ علش قلتان هاد الدورة دورة الخالية ولوسيكي سالولاغ تيقو بيا بلي لابدلت الماديا لك واحد وعشرين يوم فيزيولوجيا الجسم تتغير سواء ايجابيا ولا سلبيا وانا غا نهدر على الماء اللي يخصنا نشربه خا لما لما يتغير في الجسم واحد وعشرين يوم الجسم تتغير له الفيزيولوجيا دياله كاملة اما لو صلتي خمسين يوم هادك سيطوب فالجسم ديالي انا اول حاجة نعطيه شنو هو نوع الماء اللي يخصنا نعطيه في رمضان بالمناسبة وانا كنعطيه شوف انا كنعطيه حقائق علمية يمكن التأكد منها احنا عدنا في الديار الروبينيات دايزين بالبلومب ربما حيت فكرنا في الميكروبيولوجيا ديال الماء داك شي علش هادش هده يمكن ما ما جاناش عالبال ما يجاء هنا الآوان نفكروه في طاقة الماء اخا انا مشي كنقول انا كنعطيه ما هو علمي ما هو اجتماعي ما هو يعني مؤسساتي ولا هادي هدك مشي الدهور ديالي انا اخا التيوات عدنا ديال البلومب حتى انها دبا يلا يدروا ديال البلاستيك الناس كيقولوا اللي كيصوكي تسمى البلومبي انت ميكتكون في الطابق الثالث وكيوصل عندك الماء شكول يوصله مشي البخيسي واخا المامي كيمشي في الزوايا القائمة لاننا لاحظوا الماء في الطبيعة ماكيش زاوية قائمة كيوقع واحد اهدار الطاقة ميكتطلق الماء في زاوية قائمة ديالي مشيتي باش تأكدو خدو الورقة ديالتين شجرات التين خدو الورقة ديالها وشوفو العريقات ديالها كيغادين ما غادينش زاوية قائمة علاش لانكي لا دخيتي الماء في زاوية قائمة كتفقد طاقة كبيرة بزاف قاع علاش لانكيوقع الكورون في ذاك الدورة ذاك الزاوية تسعين ذاك شيش محنا ما كنديروش الزاوية تسعين في الماء وحتى التاي ولا الناس اللي كيديرو القوتا قوت هذيك الزاوية تسعين ركتضيع لكم طاقة كتضيع طاقة كبيرة بزاف ناس اللي كيديرو القوتا قوت وكتدير زاوية تسعين حاولوا تجنبوا الزاوية تسعين الزاوية تسعين هي الزاوية القائمة هي التيرى الإخوان كيععرفو القوتورات ولا في الناس اللي كيديرو القوتا قوت ف هذك التيوات ديال البلومب او لا ديال البلاستيك المامي كيدتدفع الماء إلا دازف خمسين زاوية قائمة يصبح ماء ميت طاقيا هادش هنا هادش حالو احنا كنقولو را عدنا أسبوع كامل غنحلو فيه إن شاء الله ملف الماء الماء را مهم جدا في صحة الإنسان انت عندك زاوية قائمة ناس غايقولك وانا دو وصل تيوات كيفاش غندير لا دير خابية في الدار ودير قلة دير الطراب هالحل علش خابية وعلش قلة خابية كنديرو فيها لغان ستوكاج علش لان هاد الماء اللي دازف خمسين زاوية قائمة كيوصل عندكم مسخصخ بحاشي واحد تمشى واحد عشرات الكيلومتر وجا عندك الدرح اللي تيلو البرب كتلقاهما عيان علش لانا تمشى بزر هالكلمة كيوصل عندكم للروبينة كيوصل ماء طاقيا ماء عيان شنو خسنين نديرلو أنا خسنين نديرلو لا فيتاليزاسيان باش كنديرو لا فيتاليزاسيان كالرد الماء للوحد الحاجة اللي كيعشقها الطين تراب را باش نحطو الماء في التراب شنو الفوائد ديالو رخصنا شهر وحنا كان هدرو عافل الفوائد لنحطو الماء في التراب ماء الخلاصة خودو خابيات بالروبينيات ديالهم را كيتباعو دابا والجميل أن السوق ياخد على العرض والطالب نهار دي دا نطلبو الطين ولو الناس ياخدو الطين دوار فراني بدأت كي ينتاعاش الناس اللي كي بيعو الطين بدأو كي ينتاعشو خير أشكال ديال الطين كينا ونخليوا داك الطين ديالا 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 ديالستيراد نحن را ما كانستوردوش الأواني ديال الطين نحن محتاجين هاش وباش تعرفوا الأواني الطين مخدومة بليدو ديال المغرب خصوك تشوفوا عوجة شوية كما تكونش مقادة غادا مفينيهم زيان أخا فهدية الأواني جيبوا خابية علش خابية علش قلة أنا في الفجر كان عمر الخابية كيف حال عتمقى؟ عتمقى من الفجر حتى المغرب بيان سوري لك أنوا الدرالي الصغار غايشربوا مصايمين شو هذي هذيك القلة غادي نحطها فوق الطبلة والخابية غا نحطها في الكوزينة غادي نخوينا من الخابية في القلة ونشرب باش نضمن أنني ما نشربش من روبينيت دي غاكتوهمه دي ما عندي واحد القريعة وعندي واحد راكين تقرعي صغارين ديال الطين ديال يتروكين ديال يترو وكي الآن دا بقى أبحاث وكين الشابات اللي شابة مالو غزموا غادرات المغرب الدكتورة ديالها كانت على قريعة بغت تساوب قريعات قريعات أنا كان عارفها شخصيا خالي أنا كانت عندي متابعة معها احتضنتها دولة خا قريعات صغارين ديال الطين اللي ممكن إنسان يديهم معها ديال يترو ديال يترو ناس ديال جوجي يترو خا الماء الحقيقي خا فهذا القلة ولا القربة كنقولول إحنا ولا كل واحد شنو يقولها كنحطوها فوق الطابلة ما عمين في الوقت الفطور ولا الخابية عندنا باش نضمن أنني دي ما يكون عندي الماء وإحنا المغاربة عندنا واحد فيك رازوين هناك نقوله هاك يقولك بي الماء يبلع عشان دي ما خليوا الماء حداكم باش تفكروه علاش لأن بعض الناس ما كيتفكروه لك هادي نوعية الماء بالنسبة لطريقة شرب الماء ما يتأدل المغرب أعفكم خمسة النقاط ما تضيعوهنش خمسة النقاط لا دينيا ولا فيزيولوجيا ولا بيولوجيا ولا صحيا رائعين جدا خمسة النقاط كل نقطة صبح الله كان أخذ فيها حسنة وهم كينين خمسة وكل حسنة تبيع عشرة أمتالها يعني خمسين حسنة كان ضيعوها فقط فشرب الماء هذا الجانب الديني والجانب الصحي روالله العظيم تقشعر الأبدا إلا بدنا نهضروا على هذه الأمور هذه خمسة النقاط سنشتردها بعجالة نشربوه بالييد اليمنى نقولوا بسم الله نشربوه على ثلاثة دفعات نشربوه في وضعيات الجلوس ونقولوا الحمد لله نشرب الماء ما شيرنا سنصل للمغرب في رمضان لا نشربوا واقف بالزربة لا نقلسوا نشربوه بالييد اليمنى نقولوا بسم الله نشربوه على ثلاثة دفعات نقولوا الحمد لله ونكونوا بينسر اليد اليمنى بسم الله في وضعيات الجلوس فنقولوا ثلاثة دفعات ونقول الحمد لله خمسة ديال الأمور كنديروها من أروع ماكين وكنديرو الماء والماء كله واحد كين لي كيقرأ عليه القرآن كين لي كيشد الكاس بجوجه الدين الماء خسك مين تشربوه تحس به تعطيه وقت كنتك تشرب الماء لأن هذاك الحياة واحد الإحساس اللي هو يعني زوين بزف فوقاش نشربو الماء ما يتأدل المغرب مع شوية دير التمر من مور الفطور بواحد ساعة ديالما كان قبيلة ما يكونوا غاديا للتراويح ما ينجيو من التراويح ما ينبغيو نعسو ما ينفيقو شوية قبل الصحور هكا كنكونوا أخذينا الحاجيات ديال شحر ممكن نشربوه ديما كان قولو وكان شدو الوزن وكان قسموه على ثمانية ووزن ديالك مات أنا دابانتا ثمانين كانت قسموه على ثمانية هي عشرة عشرة الكيسان خصك تشرب عشرة الكيسان كل كاس فيه ميتين وخمسين ميليليتر اعلاش لما كد الناس اللي كي نوضف الصحور يقول لك أنا غار شرب غار شرب زاف باش ما يجينيش لعطاش عاد ما كيجي لعطاش الله عطيك صح علاش لأنك جسمنا عقل عليها جسمنا لا يتعامل إلا مع رابعة ديال الماء ميتين وخمسين ميليليتر كل حاجة كاس كاس ذاك الكاس الكبير أي حاجة فتها فوق الكاس كتزيد عب على القلب كتزيد على المعدة كتدير كتنقص 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 الحمد وكتر من هك شرف الله قدر الجميع شرب بزاف وما تنود في الصباح شنو تشوف شنو غير وقعلك التبول شرف الله قدر الجميع علاش لأن جسمك لا يجيد التعامل إلا مع ميتين وخمسين مش لا يجيده هو يجيد ولكن لا يتعامل هو في البرمجة دياله ميتين وربعين ميليليتر علاش ونشربوا بشوية لنا ونشربوا هاد النقطة اللي هادرت عليها ويكون ماء أنا هاتش اللي كنهدر عليه خلينا على الماليكين في الشلادة والماليكين في العصير والماليكين في الفواكه والماليكين هدي اللي عندن أخدهم من جيو من طراوية حدا ما كنهدرش عليه كنهدر على اله pur يعني بواثان إيزوتونيك شنا هوا إيزوتونيك هو بالمناسبة رابع المرة بعد الماء كتشريوها راماشي إيزوتونيك يعني رمشي ما لا يصنف في الماء الماء رمشي ما فيش البيكاربونات البيكاربونات ركا تنقص حند الكلوريدريك هاد المسألة كسنا نكونوا عارفينها باش نحافظوا على الماء خلال رمضان تجنب الملحة بزاف ما نديروش الملحة بزاف ما نكتروش الملحة رهن المغاربة كي ياخدوا تسعد لمرات كتر من الحاجيات ديال ومدير الملح نقتل لوله المحلي والمحليات كلهم كيزيدوا لكم الحاجيات لما المحليات المحلي وكثرة الأكل والمقليات المكلة بزاف حداتها كتزيد لك حاجية الماء لانا انت بشتهضم والهدم والهضم والامتصاص كل عمليات البيولوجية تتطلب أنزيمات وكل أنزيمات تستعمل الماء يعني انت شحل مشربتي وشحل مكلتي بزاف شحل ما غيجيك الجوع والعطش بزاف لانا بحل مثلا الناس غيبنيوه واش تقدر تبني بلما تجيب الناس الماء لا شي واحد كيبغيبني كياخد الماء مع انتشجار دياله واحد البوق على عصقف شي واحد بغيبنيها كيقول له عافك أول ما كيدير هو أعطيني الماء علاش لانه غيخلط السيمة بالماء وغييدير كل شي بالماء يعني الماء هو كل شي وبالتالي انت كل ما زاد الحال مثلا كيتلقى مصنع مصنع يستهلك الماء في كل شي دياله هكا عتني الجسم ديالك راخلي راه مصنع يعني انت يكلتي بزاف الجسم قصو يتعامل ويدير عمليات الايد وعمليات الهضم والهدم والامتصاص ذلك هاد العمليات كلها تتطلب تتطلب ماء وبالتالي كثرة الأكل كيزيد من الحاجية الماء المقليات المقليات يعني كتستهلك لك المبوح هذا الطريقة عجيبة جدا أخا الحلوية الموحلي والحاجة المالحة اشتغي حبة ديال الشباكية عتستهلك لك الماء لغاية ديال لي الكامل ها باش عارفون الناس علاش لانها الجسم كي يتعب معها كي يتعب كي يتعب بهذا المفهوم هذا اذا احنا حاولنا نعطيه وبالمناسبة فقط نعطيه رأينا في الفيلتر ننسوشي حاجة اسمية الفيلتر ديال لي الماء هذا رأي خا من بعد نهضره عليه الفيلتر ديال لي الماء هو الماء جيبه حطه في الخابية خا وخا قع الروبيني بعدك نشوفه في المناطق مثلا لي فيها مثلا ايموزار ايفران طانجا تيطوان جنوب شمال كتلقى الناس في العشية كيمشيوا يسقيوا الماء علاش ما نسقيهش أنا على طول العام علاش تاكي يجي رمضان علاش علاش تا تا الرمضان عاد نشرب أنا الممزي وخص نشربه على طول العام خا دونك ديروا الخابية ديالكم ديروا القلة ديال التراب ديروا كويسة ديال التراب كتكون للصحة ديالك وتصور كتشرب وغايدك الخابية تشوفها احداك الشي الخابية لك كان ديال دهب والله ما تمتعك بحل الخابية ديال التراب لسبب واحد جسمك مصنوع من التراب يعيش فوق التراب وشئنا أم أبينا سنعود إلى التراب اللهم إني بلغت اللهم فشد اشتركوا في القناة